موسيقى عزاني الطلبة المتابعي فضائية العراق التربوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنكون معكم في درجة جديد من دروس مادة الحاسوب للصف الأول المتوسط سنكمل عنوياكم حديثنا إن شاء الله بالوحدة الرابعة للفصل الأول الدرس الأول الخاص بمفهوم تكنولوجيا المعلومات طبعا بالدرس السابق لو رجعنا عنوياكم فد مراجعة سريعة أخذنا ماذا نقصد بتكنولوجيا المعلومات وناقشناها عنوياكم وقلنا هو استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية لخزن واسترجاع البيانات ومعالجتها خذنا ما أهمية تكنولوجيا المعلومات أيضا وقلنا إنه توفر للدعم أداة للتفاعل والترابط تعامل مع الكم الهائل من البيانات رفع كفاءة الأداء للأفراد والمؤسسات هذا كل ما يخص أهمية تكنولوجيا المعلومات واخذنا آنواياكم مع مميزات تكنولوجيا المعلومات وقلنا إنه مميزاتها توفر الوقت في تقديم المعلومات وتناقلها تنمية القدرات الأفراد في التعلم الذاتي تنمية قدرات الأفراد على حل المشكلات بناء الحلول الذكية لإنجاز الأعمال اليوم إن شاء الله بإذنه تعالى سنناقش مجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات طبعا تكنولوجيا المعلومات التي تحدثنا آنواياكم بها دخلت كل مجالات ونواحي الحياة بكل مجالات ونواحي الحياة دخلتها هذه التكنولوجيا بالدوائر الحكومية بالمؤسسات بالشركات الأهلية بكل مجالات الحياة الطيران حجوزات الطيران تقديم الخدمات الطبية تقديم المعلومات التعلم التعليم كلها دخلتها تكنولوجيا المعلومات إحنا رح ناخذ فد ملخص عن هذه النواحي والجوانب اللي دخلتها تكنولوجيا المعلومات وقدمت لي الخدمات بها طبعا أول وحدة هي الحكومة الكترونية أول وحدة هي الحكومة الكترونية لو إجينا الحكومة الكترونية شنو تعني الحكومة الكترونية هي استعمال تكنولوجيا المعلومات في توفير الخدمات الحكومية إلى المواطنين والشركات والقطاعات الأخرى من أجل تحقيق الأهداف ومنها سرعة إنجاز العمل دقته فضلا عن توفير خدمة بعيدة عن محددات الزمان والمكان مع أن الخدمة تزود بطاقة شفافة وسهلة وعادلة هذه هي الحكومة الكترونية شنو مفهومة الحكومة الكترونية؟ هذا التعريف الأكاديمي إليها حكومة الكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات للمواطن مرة أنا أقدمها للمواطن مرة أقدمها للشركات ومؤسسات أنا شريكة معايا أقدمها هذه الخدمة ومرة أنا أقدم هذه الخدمة للعاملين أنا معايا الموظفين العاملين معايا طبعا أمثلة كل الشهوية حجوزات الطيران حاليا مثلا إصدار البطاقة الوطنية إصدار جوازات السفر التقديم الإلكتروني لطلبة الكليات شوف أنه بالسادس هسه السادس عدادي عملية التقديم على الكليات والجامعات كلها تتم إلكترونيا طالب مجرد أنه قاعد بالبيت في أي وقت رح يدخل على البوابة يدخل رقم الامتحاني ماته ومعلوماته ممكن أن يقدم على الكليات عملية التوزيع ما تتم بصورة الكترونية لذلك أنت شوف أنه أنا قد أوفر وقت وقد أوفر جهد على المواطنين في سبيل إنجاز الأعمال المفروض أنه تقدم هذه الحكومة طبعا كل هذا ديتم عن طريق من هو؟ عن طريق تكنولوجيا المعلومات فهذه هي الحكومة الإلكترونية اللي رح تندرج ضمن أول مجال ممكن استخدامه في تكنولوجيا المعلومات طبعا المجال الثاني اللي ممكن أنه أستخدم تكنولوجيا المعلومات به هو التعليم والتعلم لو إجينا التعليم والتعلم هنا يقول قدم التكنولوجيا المعلومات خدمات كبيرة في مجال التعليم والتعلم طورت المنظومة التعليمية بشكل واسع فظهرت مصطلحات جديدة مثل التعلم الذاتي التعلم عن بعد التعلم الكتروني دخلت تكنولوجيا إلى القاعات عن طريق الشاشات والصبرات التفاعلية والمختبرات التفاعلية واصبحها استعمال منصات العلمية وتطبيقات الهاتف والأجهزة الذكية شائعا في التعليم طبعا التعليم والتعلم مرة أنا أكو خدمة إدارية أنا أوفرها عن طريق تكنولوجيا المعلومات للمتعلمين الماتي مثل ما قدنا ضربنا مثال عليها طلبة السادس عدادي مرة لا أنا دا أستخدم تكنولوجيا المعلومات ودا أوظفها في عملية التعليم الذاتي أبسط مثال عليها مثل ما ضربنا مثال في الدرس السابق هو اليوتيوب أو عملية البحث في الشبكة العنكبوتية مثلا في محرك البحث جوجل في محرك البحث ياهو أو أي محرك بحث آخر عن معلومة معينة لذلك إحنا دا نشوف أنه دا نحصل على هاي المعلومة بأزة من الثانية ممكن أنه نستخدم هاي المعلومة في عملية التعليم الذاتي الخاصة بنا أو أنه إحنا ندخل على منصة اليوتيوب ونكتب مثلا درس معين أو مثل ما دا نسوي بالفضائية التربوية إحنا من خلال أنترنيت من خلال منصاتنا اللي موجودة من خلال منصة نيوتن إحنا دا نسجل دروس تعليمية ونقدر أنه ننشر هذه الدروس عن طريق مثلا منصة نيوتن التعليميين تقدر تدخل عن منصة وشوف كل الفيديوهات اللي مسجلة من خلال مديرية التلفزيون التربو وبالتالي إحنا رح نوفر خدمة أنه ممكن أنه الطالب أو أي فرد آخر من أفراد المجتمع أنه يتعلم بذاته فهذه هو عملية التعليم والتعلم رح نياكم للمجال الآخر اللي ممكن أنه توفر تكنونوجيا المعلومات وهو التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية تعرف التجارة الإلكترونية بأنها القيام بالعمليات التجارية من عرض الخدمات بيع وشراء المنتجات والسلع والمعلومات عبر استعمال أنظمة إلكترونية تعتمد في أساسها تكنونوجيا المعلومات وبدون محددات الزمان والمكان طبعاً التجارة الإلكترونية دخلت إحنا المنازلنا بمشوفها ممكن أن نستخدمها يوم يوم عملية تشوف أنه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أكو عملية عرض العديد من المنتجات ممكن أنه تختارت السلعة اللي أنت تريدها اللي تريد تشتريها ومن ثم تتواصل مع هذه الشركة أو المؤسسة اللي عرض هذه السلعة وممكن أنه تزودهم بياناتك مكانك رقم الهاتف ماتك ويرسلوا لك هذه السلعة اللي أنت اشتريتها اللي تريد تشتريها لأي مكان أنت موجود به فهذا كله يسمى عملية التجارة الإلكترونية اللي يضمن عملية البيع والشراء من خلال مواقع الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومة كذلك مو بس شراء ممكن أنت عندك فالشي تريد تعرضي على مواقع وكم مواقع أصبحت متخصصة في عمليات البيع والشراء ممكن أنه بكل سهولة أنت تدخل لها وتشارك بيها وتعرض السلع أو تشتري سلع أخرى موجودة عندك فهذا كله يدعى بالتجارة الإلكترونية الفرع الآخر هو الاتصالات الاتصالات أيضا عندي أصبح من الممكن بفضل التطور الهائل في استخدام تكنولوجيا المعلومات أن تشاهد وتسمع ما يجري حول العالم والتواصل مع الآخرين بالمراسلة النصية الصوت الصورة فضلا عن عقد حلقات النقاشية المؤتمرات الفيديوية وتابعة الأحداث العالمية نقدر نختصر كل هذا الكلام أنه بانتشار مفهوم تكنولوجيا المعلومات أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة أنا من الممكن أنه تواصل مع أي شخص فيها بعد نقطة مع العالم وكأنه موجود يمي من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال المنصات التفاعلية المنصات الفيديوية التي يتوفرها الإنترنت والتكنولوجيا المعلومات هذا أيضا ممكن أن تكون عندي كذلك عندي الصحة والطب الصحة والطب طبعا هنا ساعد التطور التكنولوجي في إحداث ثورة علمية في مجال الطب ساعد على إيجاد حلول وعلاجات طبعا لبعض المشكلات الصحية والأمراض التي كانت من الصعب الوصول لها بدون التطور في مجال التكنولوجيا المعلومات طبعا هذا التطور أيضا ساعد على إجراء كثير من العمليات المعاقدة باستخدام أجهزة الكترونية دقيقة هذا هو المجال الصحي والمجال الطبي الموجود عندي آخر مجال هو المجال الصناعي آخر مجال عندي ممكن أن نقش اليوم هو المجال الصناعي طبعا عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الصناعي أثر واضح في تطور كثير من الصناعات وخاصة الصناعات العملاقة صناعة السيارات طائرات فحصها والتأكد من جودتها ومتانتها كما شاء استخدام تطبيقات الآلات الموجهة بالحاسوب لإنجاز أعمال معقدة ومتناهية بالدقة طبعا هذه مجال الصناعة شوفها أنه دخلت بالمكائن العملاقة مثلا صناعة السيارات يعني الحفاظ على متانتها وفحص متانتها ودقتها كلها تتم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة كذلك وفرت لروبوتات خاصة هذه الروبوتات تستخدم في عملية إنجاز مع أعمال طبعا معقدة وبدقة متناهية ممكن أنه تنجزها هذه الروبوتات في الشركات الصناعية بنهاية هذا الجزء طبعا رح تنتهي كل المجالات اللي تستخدم بيها تكنولوجيا المعلومات ومثل ما قلنا ممكن أنه نستخدمها بالحكومة الكترونية تعليم والتعلم والتجارة الكترونية الاتصالات الصحة الطب والصناعة لهنا إن شاء الله رح ينتهي درسنا لهذا اليوم رح نتقيكم إن شاء الله دروس أخرى قادمة بإبن الله إلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة